من سنة الستينات أي حدا كان يسمع باسم أستن مارتن أول إشي بيخطر في باله سيارة سريعة سيارة مميزة وسيارة مش أي حدا بيركبها السيارة اللي معنا أستن مارتن فانتج 2020 السيارة من قدام بميزها كتير بالقريلي اللي قدام عليها مستمد من الفولكن اللي هي للحلبات هذا الفترة هاي عم بركز على الألوان لما نطلع نجرب سيارة لأن الألوان عم بتكون تعليا ملفتة وبتفرق من سيارة لسيارة لون السيارة لونه هايبر رد فعليا الألوان اللي موجودة من آستن مارتن رهيبة يا جماعة كتير حلوة فالسيارة منظرها بالشارع وهي ماشية ملفتة أي أن كان إحنا في دبي فأي سيارة موجودة جنبك شو ما كانت مش هتكون ملفتة لأنك في دبي الاسطن مارتن فعلياً سيارة ملفية عندما تشوفها من بعيد ما بتحس السيارة يعني ما بقدر أحكي لأحدها السيارة جاي السيارة هاجمة بغض النظر قدي السيارة من قدام حلوة من ورا يا جماعة من أحلى السيارات اللي ممكن تشوفها في حياتنا عم بحكي أن السيارة من ورا من أحلى السيارات فعلياً مش مبالغة كل الديتيال حلوين كان من الكونكتد لايت اللي موجود الديفيوزر أو حتى الاكزوست السيارة من ورا كتير عريضة من الجناب برضو كتير عريضة عليها متور من مرسيدس بنز نفس المتور الموجود على A&G GT متور السيارة ما تفش شوي لورا عشان البالانس أستن مارتن كتير ويهتموا في موضوع البالانس متور هاي سيارة 4000 سيسي تومتور بوتشارج عم يعطيني 510 حصان 685 نيوتر متر من التور جير هاي سيارة ترانز أكسل يعني جير سيارة موجود ورا مش قدام عشان البالانس يصير 50% قدام و50% ورا صوت سيارة مش عادي مش نفس صوت المرسيدس إذا بدك تسوق AMG بجير عادي ما في بالعالم كله عندك حل إلا أن تشتري أسلم مارتن فانتج عليها بيجي جير عادي دوغ لغ يعني جير أول بيجي تحت السيارة السبع غيرات مش سد غيرات هي دايما على سبورت مود هاي سيارة سبورتي ما أحب بجيب عشان يمشي على الكمفورت سبورت مود سبورت بلس وتراك مود هادول الأشياء تقدر تسوق انت السيارة عليها من عندي بقدر أغيرهم من هون السيارة برضو بقدر أتغير أتحكم بالستفنس تبعهم لأنه إذا أنا على الحلبة فأنا مضطر يكونوا أكتر إشي جمدين عشان يعطوني الماكسموم قريب فعليا شعور سواقة هاي السيارة بحبه حب مش هادي من هلا صرت كتير أحبه بالنسبة للسيارة من جوا بيعيدوا بكرر تفاصيل وديتيل زى ستون مارتن تعبنين على هاي السيارة يعني السيارة تبعها طبعا فورملا ون مش ستيرنج عادي مش زي أي ستيرنج بتسوقه انتا كل يوم الفادل شفترز حجمهم كبير تبع السيارة بواب السيارة فيهم أكتر من موضوع مهم الأول إنهم لما يفتحوا ما بيفتحوا لفوق ولا بيفتحوا زي الباب العادي بيفتحوا بوترفلاي بسمقوهم بيفتح نصف فتح ليش؟ عشان أول سبب الرصيف الثاني سبب يقال إنه عشان لما توقف لنبوز السيارة لما يفتحوا البابين رح تتخيل إنها بالضبط نفس لوغو أستون مارتن إيد الباب مو مبينة عشان الأيرو ديناميكس ما تكون إيد الباب طالعة وتأثر على انسيابية الهوا يا جماعة الديتيلز اللي صغيرة هي اللي بتفرق يعني إيد الباب أنا بشوفها بالعادة متعودين هيك نفتح هاي إيد الباب تنفتح بالإيد اليمين ليش؟ عشان أنا إذا بحط إيدي اليمين ذلك اللي رح لي في وجهه لهون بس اللي في وجهه لهناك رح أقدر نأكشف الشارع إذا في سيارة أو دراجة لا سمح الله مستحيل أن أفتح الباب أضربها لأنني بحكون شاهدة تخيلين لاهتمام في التفاصيل الصغيرة فهون في قطعة جلد القطعة الجلد هاي بستخدمها لحتى أركي رجلي عليها وما تدايقني إذا ركيت على هادون هاي ممكن تيجي بالأوبشن هاد أو حتى ممكن تيجي بالكاربور فايبر سيارات بيجو فئات ففي سيارة بتكون مش الماكسيمم أو الفل أوبشن فبلاقي في كبسة فاضية ما عليها إشي بس مربع فاضي بأستن مارتن مستحيل تلاقي هاد الإشي أي مكان فاضي إنت مو شاري هاد الأوبشن بتلاقي لوغو أستن مارتن ليه لحتى حسسك إنه هاي مش كبسة أصلي فأنت أو حتى اللي معاك مستحيل يحسسك إنه هاي سيارة والله مش الماكسيمم أوبشن تشغيل السيارة حلو زمان قان بتحط المفتاح وبتكبس عليه لكن هلا بس أدعس بريك بتلويلي هاد أحمر وبشغله كاميرات فيها 360 كانراز البوكس تبع الحزام معمول بالجلد حوالي عشان ما يفرق عليه المنظر فهمتش قصدي تفاصيل صغيرة ولكن بتفرق كتير هلا بحد أسلكم دعسة بحتى نشوف شو بتسوي هاي ستن مارتن الله 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 هاي هي متعة الأسواقة اللي أي شخص بيشتري سيارة بيدور عليها وأنا باس المفرج وهذا سترايف اشتركوا في القناة